القانون في حاجة في القانون بيقولوا عليها اسمها القانون لا يحمي المغفلين والمغفل هو الشخص اللي بتلاعب عليه نفس اللعبة كل مرة هي هي مو بيفهمهاش ده بيطلق عليه مغفل وفي مجموعة قصصية للأستاذ توفيق الحكيم اسمها مدرسة المغفلين انا هحكي لك حكاية عشان تعرف مين المغفل الجماعة العسكر لما جم سنة 1952 وعملوا انقلاب على الملكية في مصر كانوا قدوا شكل كده ان هم عملوا الحركة دي هم سموا الانقلاب حركة سموا انقلاب ثم الحركة المباركة ثم صورة ده التدرج قدوا انطباع كده للناس ان هم جايين يعملوا الانقلاب العسكري ده بسبب العبس بالدستور هاديك مثال هاديك ادلة دلوقتي وانت احكم مين المغفل في البلاغ رقم واحد اللي ازاعه البجباشي امر السادات اللي قال فيه بني وطني حد فاكر البلاغ ده السادات قال فيه ان الجيش قد اصبح اليوم كله يعمل لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من اي غاية لا والله لا والله ما لينا طمع في حكم مصر هي هي اسمع في اليوم التاني اصدر القائد العام للقوات المسلحة بلاغ قال فيه ان هدف الحركة هو رفع لواء الدستور في اليوم التالت اصدر القائد العام للقوات المسلحة اللي كان اسم محمد نجيب يوم 25 يوليو ان الحركة تقوم على مبدأ اساسي وهو التطهير واحترام الدستور والمحافظة على الحريات العامة في اليوم الرابع وجه اللواء محمد نجيب الى الملك فاروق كان يوم 26 يوليو طلب بيان بيطلب فيه ان الملك يتنازن على العرش طب استند الى ايه بقى في الانظار ده قالك احد الاسباب من بينها ان الملك عبس الملك بالدستور وامتهن ارادة الامة لحد الوقت العسكر ادوا للشعب المصري مبرر ان هم جم لانه احد الاسباب العبس بالدستور اللي هو دستور 29 دستور 1929 الشعب كان الحلاوة ادولوا كده انه احد الاسباب القيام الانقلاب يوليو 52 هو عدم احترام الدستور خد بقى الكبيرة دي في مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 1952 توجهت هيئة الازاعة اللاسلكية اللي هي الازاعة المصرية الى منزل اللواء محمد نجيب اللواء كان الزعيم السوري لحركة الجيش وبحضور البتباشي انور السادات قعدوا مجلس خدس ورقتها ومندوب الصحف الليلة دي بقى ازاع فيها اللواء محمد نجيب بيان قصير اعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور 23 ايه ده اول العظيم او النعمة زي بقول لك كده يعني ثلاث اربع اربع بيانات او اعمل لك زي سيسي نقول تاني نقول تاني والله نقول تاني عشان تعرف المغفلين نقول من الاول بقى من الاول تاني في اليوم الاول لحركة الانقلاب العسكري في اليوم الاول في البيان اللي ازاعه البتباشي انور السادات بصوته قال فيه ان الجيش كانت مصر شغلة بدستور 23 قال السادات ان الجيش اصبح اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور منزها او مجردا من اي غاية في اليوم التاني اصدر القائد العام لقوات المسلحة بلاغ قال فيه ان هدف الحركة المباركة اللي هي 23 يوليوم هو رفع لواء الدستور في اليوم التالت اصدر القائد العام لقوات المسلحة بيان قال فيه ان الحركة تقوم على مبدأ اساسي وهو التطهير واحترام الدستور والمحافظة على الحرية العامة في اليوم الرابع وجه اللواء محمد نجيب انذار إلى الملك فاروق بيطلب منه أن يتنازل العرش واستند في الانذار إلى أسباب كان من بينها عبس الملك بالدستور وامتهان ردت الأمة حلو يعني الحركة دي جاية لأنها شافت الدستور يعيني مخربة كويس كويس في مساء بقى بعد كده في مساء 9 ديسمبر تقريبا 9 ديسمبر تقريبا 9 ديسمبر 52 توجهت الإزاعة اللاسلكية إلى منزل اللواء محمد نجيب اللي كان زعيم صوري يعني بحضور البجباشي محمد أنور السادات اللي هو كان عضو مجلس قتل الصورة ومنذوب الصحف أزاع اللواء محمد نجيب بيان قصير أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور 23 ليه يا أخوانا ليه 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 من تجيين تقولوننا الدستور تمام قالك بقى لأن الملك السابق فاروق كان يتخذ من الدستور مطية لأهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك مما كاد أن يودي بالبلاد وقالي بقى محمد نجيب في البيان ده قالك لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور دستور آخر يمكن الأمة من أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدرا للسلطات سوري للسلطات في ختام البيان بيشرح السيادة اللي هو محمد نجيب بأن الأمة الأمة كلها بيشرح للأمة يعني بأن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يقره الشعب ويكون الدستور الجديد منزها عن عيوب الدستور الزائل ومحققا لأمال الأمة في حكم النيابي نظيف سليم وأضاف محمد نجيب إلى أن يتم وضع هذا الدستور إيه بقى لا يحصل؟ قالك تتولى السلطات في فترة الانتقال التي لا بد منها حكومة عهدت الله والوطن على أن ترعى مصالح المواطنين جميعا دون تفريق أو تمييز مراعية في ذلك المبادئ الدستورية طيب أنت شوفت الدستور عايز تعرف الحكاية من أولها هعرفك بقى ركز والنبي عشان تعرف مين المغفل ومين الخين ومين الصياد أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاقة المصريين بالدستور الحقيقة علاقة غريبة جدا حبتين لدرجة أني هتلاقي كلمة دستور دي متدولة في أمثلة الشعبين بتاع المصريين في حياتهم اليومية فأتعين لما حد يحب يخش بيت حد ويستأذن فنقول دستور يا سيادنا يعني أنا جاي أو مثلا لما حد يخش مرة واحدة كان يقول ده دخل من غير إحم ولا دستور الدستور يا حضرات كلمة فارسية الأصل معناها الإذن أو التصريح ويمكن بسبب المعنى ده أصبح الدستور باعتباره إذن بحكم الناس أو باعتباره أبو القوانين لأنه بيخلي الحكم أو الحكام يستأذنوا الشعب في أي قرار يتخذوه النهاردة 19 ديسمبر أو زي النهاردة يعني 19 ديسمبر سنة 1935 من مئة سنة لا من أقل من مئة وعشرين سنة لا معرش من مئة كامل ليه أنا باز نق نفسي في الأرقام مش مهم زي النهاردة 19 ديسمبر سنة 1935 بيصادف يوم من أيام مصر المجيدة لما قدر الشعب يجبر الملك فؤاد الطاغية ده أنه يلغي دستور 1930 ويرجع العمل بدستور 23 إيه بقى الحكاية الحكاية إيه حكاية الدستور ده وليه تلغى وليه يرجعوا وإزاي حصل ده كله خليك معايا وأنا أحكي لك الحكاية ببساطة عشان برضو تعرف مين المغفل مين الخاين ومين الصياد في سنة 2019 الشعب عمل صورة كبيرة جدا هازت البلد وهازت الاحتلال بريطاني ولأن كل صورة شعبية وراها إنجاز للشعب أنه ياخد سلطاته وينتزعها بنفسه كان من نتائج صورة 19 إجبار الملك فؤاد عن التخلي عن جزء من سلطاته لصالح برلمان منتخب وكل ده كان بيحكمه بيرتبه دستور دستور وطني خلى الشعب مصدر السلطات وهو دستور والدستور ده حكم بمقتضاء الملك فؤادي الأول ده الملك ده ملك جبار نشوف كده الفيديو ده حضرات ترجمة نانسي قنقر لكن الوضع بتاعد السلطات وعشرين ما عجبش الملك فؤاد لأنه قل صلاحياته فبدأ كل ما تقابله مشكلة يحل البرلمان أم أعضاء البرلمان تصدوا للملك لدرجة إن الكاتب الكبير قوي قوي عباس العقاد هدد تحت قبة البرلمان بكسر راس أكبر راس في البلد إذا قربت للدستور كانت النتيجة إنه تم حبس الرجل ده عباس العقاد اتحبس المهمة عمك فؤاد ده ركب دماغه وعمل حادثة لغى دستور تلات وعشرين وعمل دستور ألف تسوين وتلاتين وزود صلاحيات الملك وقالل من صلاحيات البرلمان المصريين مسكتوش أربع سنين بيناضلوا حد ما جاء سنة خمسة وتلاتين وقفوا البلد حرفيا وأكبروا الملك فؤاد على إلغاء دستور تلاتين وإعادة العمل بدستور تلاتة عشرين وده حكاك كل المؤرخين مين هم المؤرخ؟ لو أستاذ حمد أسماعيل في كتابه عن صورة دي صورة خمسة وتلاتين انتفاضة خمسة وتلاتين كتاب دا مهمة جدا جدا يا حضرات والمحامين كان لهم دور مهمة جدا في الصورة زي المعارضة المصريين أكبروا الملك فؤاد على إعادة العمل بدستور تلاتة عشرين خانشوف الفيديو جراف دا في مثل هذا اليوم ألغاء الدستور والعودة دستور تلاتين والعودة للعمل بدستور تلاتة عشرين المترجم للقناة فضل بقى شغال دستور تلاتة عشرين دا اللي هو أفضل الدستين اللي جات مصر لحد ما قلتلك هيئة الإزاعة اللاسلكية رحت لبيت محمد نجيب يوم الثلاث تسعة ديسمبر ومعاهم الأخ محمد أنور السادات البجباشي ومؤمندوم الصحف وأعلن محمد نجيب سقوط دستور تلاتة عشرين عشر ديسمبر تسعة ديسمبر هو صلاح حيسى بيقول تسعة ديسمبر الناس بتقول عشر ديسمبر لما أعلن اللي هو محمد نجيب باسم الشعب سقوط دستور تلاتة عشرين وإذن العسكر يعملوا اللي ما عملتوش الملكية وطب للكدبين الزفق لسقوط تلاتة عشرين قال له طيب وانتوا سقطوا دستور 23 قال لك أفس الملك كان يعبس به بس يا سيد ومن ساعتها والعسكر بيلعبوا في الدستور معلش سوية أعدي لك سريعا كده في 19 إبريل 23 صدر أول دستور مصري انعقد على أساسه أول برلمان مصري في يوم 15 مارس 24 في يوم 22 أكتوبر سنة 30 ألغى الملك فؤاد الدستور بعد أربع سنين قدر الشعب يناضلوا الحركة الوطنية أكبرت الملك فؤاد على إلغاء دستور 30 والعمل بدستور 29 في ظل الدستور ده لحد ما قامت حركة الجيش وفي يوم 9 أو 10 ديسمبر سوري 10 ديسمبر زي كده ألغى الجيش دستور 23 في 10 أو 9 ديسمبر 52 وصدر أول إعلان دستوري أعلن فيه سقوط دستور 13 في يوم 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع دستور جديد مختلف يكون حلوة كده في يوم 15 يناير بعدها بيومين اللجنة حددت فترة انتقالية بثلاث سنين من 53 يعني 56 عشان يحطوا دستور جديد في يوم 10 فبراير 53 صدر إعلان دستوري تاني متضمناً أحكام دستور مؤقت للعمل في خلال فترة انتقالية في يوم 18 يونيو 53 ألغيت الملكية وقلنا قيام النظام الجمهوري في يوم 16 يناير 56 أعلنوا إعلان دستوري مبشر بدستور جديد لكن فضلوا إشتغلوا بالإعلان الدستوري القديم بتاعتها 50 لحد ما أجري استفتاء في 23 يوليو 56 على دستور جديد في سنة 58 أصدر دستور جديد لأنه كنات تحدى مع سوريا في يوم 25 مارس كنات فكنا من سوريا فتم إصدار دستور جديد وكانت مصر في الدستور دا سمع الجمهورية العربية المتحدة في يوم 17 سبتمبر سنة 1970 صدر دستور دائم دائم يعني خلاص أتكمل به لا أصبر في إبريل 1980 تم تعديل الدستور طب نكمل بقى ده في ألفين وخمسة تم عمل تعديل للدستور عشان يجرى انتخاب الرئيس في مارس 2007 جرى تعديل لمادتين في الدستور وعلى إسره تم انتخابات أول رئاسة أول انتخابات رئاسية بعد كده بقى جات ثورة يناير وهوب أول ما جات الثورة العسكر لعب وليعبته بالدنيئة إيه بقى نعدل كام مادة واستفتاء بالتعديل بتاع مارس فكر برضو كان في مارس تقريبا وبعدين هوب اتعمل دستور 2012 وبعدين هوب السيسي جاء وبعدين انتخابات بقى 30 يونيو ترجمة نانسي قنقر